موسيقى مشاهدين لطالما كان الصوم من أحد مميزات أو أهم مميزات الأديان عامة مشان هيك لازم نعرف نحن حتى الصوم المبارك له برك نوع من الاتيكات ومين أفضل عن أن يعرفنا عن هالموضوع غير نادين ظاهر أمين أهلا وسهلا فيك مين أنكر أنا كتير مبسوطة عبر الاتيكات اللازم أنت دائما بالاتيكات مرسي للحقيقة أول شي بدأ نعيد طواقف المسلمة كلها ياتا على ابتداء الصوم طبعهم مثل ما حكينا كمان عند المسيحيين لحن نحكي اليوم عند الإسلام على ااتيكات الصائم واتيكات الغير الصائمين واتيكات غير الصائمين من غير الدين يعني هذول تلات اشياء مفروض شوي الإنسان ينتبه له خصوصا أنه نحن من أهم ميزات لبنان أنه فيه طواقف عديدة فيه ديانات متعددة والتعايش الي نحن دائما بنسمع عنه مفروض يكون موجود وملحوظ على كل الأصعي دي الصوم عند الإسلام هو صوم طويل فله السبب ممكن كتير أنه ينتج عنه كمانا أشياء مانا كتير يعني الإنسان ما بيقدر يتحكم فيها ألا وهي المزيج يلي بيصير الإنسان متقلب شوي خصوصا آخر نهار فبيصير سريع الغضب أول خمول لأنه بيتعب وتاني شغلي أنه ممكن كمانا ينتج عنه رويح شوي صعبة الواحد يتحكم فيها كون أنه الإنسان وقت اللي بيضل بلا أكل وبلا مي ممكن الريء يطلع يعني بيصير في عنده فرمانتاشون أكتر بقى إذا كنا صايمين ننتبه على الأقل أنه ما نقرب كتير بقى من الأشخاص صوصا بآخر النهار وما كتير دايما نحمل الآخرين نتائج الصوم طبعنا لأنه الصوم بدينا نعرف هو أهم صفة أو أهم مغزة للصوم تهذيب النفس ليش الإنسان بيصوم؟ بيصوم عن المعاصي مش بس عن الأكل وبيصوم عن الكلام البذيء عن كل شيء خطيئة يعني الخطأ وأهم شيء بده يهذب نفسه يعلم حاله أنه يتميلك أعصابه فإذا أنا اليوم عم بصوم وعم بربح الآخرين جميلة أنه أنا عم بصوم فمعنيت أنا أفضلي أنه لا المغزة تبع الصيام منه هون مرال أكتر أكتر فمش بس الصيام عن الأكل يلي هو مهم إنما الواحد يكون عنده طريقة جميلة وإيجابية للواحد يتعاطى فيها مع الآخرين فمن نلاقي إنه مفروض يكون أكثر تهزيبا أكثر يعني مفروض يكون مهزة بالأيام الطبيعية أكثر تهزيبا عنده حلم أكتر حليم يعني بيكون عنده رواق تبال بدي يكون راية وأهم شيء إنه دايما وقت اللي منكون نحن بأيام الصوم نكون عنا هالراحة النفسية يعني وقته أنت عم بتصوم أمين أنت عم بتصوم لأنك أنت اخترت هيدا الموضوع فهذا الشغلة كثير حلوة إنه الإنسان دايما لخياراته يتحملها للآخر بدي أقول أنا أنه للغير الصائمي لأنه الصائم طبعا هو بيعرف وجباته أنا ما فيه يفوت فيه هذا الوجبات الدينية شخص خاصه فيها إنما غير الصائم إن كان مسلم أو غير مسلم كمانا احترام صوم الآخرين يعني وقت اللي بيكون نحن عنا السيمنا لأنه عند المسيحي شوي سيمون أهون فيما يختص الوقت يعني أنت ع 12 ما حدا نشاف أنه أنت صائم أو أنه ما بعد نتجت عنه ترتبات كتير عالية مثل أنك تضلك للساعة 7 و 8 بدون أكل فإذا عند صائم المسلم السيم بما أنه طويل فالغير صائم يجب كمانا احترام هالخصوصية تبعيته كيف أول شغلة إذا كان فاطر ما يجرب أنه يعني يدخن قدام الآخرين بشكل كتير عالي ما يجرب يعني يستفز الآخر وكأنه أنا غير مبالي غير مبالي شكرا لأنه تعرف أنت من أهم قواعد الاتيكات هي الشعور بالآخر إن كان من ذات الدين أو من غير دين بالعكس أنا احترامي لاختلافي معك بيزيدني قوة وبيزيدني الجمال فإذا الغير صائم هلأ وقتما نكون نحن بزيد المكتب بيسألوني طب أنا في عندي أشخاص بيصوموا أنا ما بصوم عدم تغيير عادات الأشخاص مش لأنه اليوم أنا صائم بدي غيري غير عاداته لا أنا بدي احترم العادات اللي كانت موجودة خلال 11 شهر فإذا بيحترم إذا كان عندهم هني موعد على الغداء وبدون يروحوا على الغداء صرت أنا كصائم ما إلي حق جي أقول لهم لا أنا صائم كيف عم بتاكلوا حدي هيدا حريتهم مثل ما أنا كمانا إذا كانت بعرف أنه صائم ما بفوت بجيب فنجين القهوة بجيب شرب فنجين القهوة عنده يعني بجرب احترم هيدا الخصوصية تبعيته إذا هو قال لي لا تفضل لعندي شرب فنجين قهوة وضيفني قهوة فهيدا بيكون من احترامه كمانا لخصوصي دي بدي أقول أنا أنه الأشخاص الغير صائمين يلي من طواقف تاني كمانا حلو كتير أنه وقتاً يكون معزومين على الإفترات لأنه كمان نحن بنقدر نشارك الآخرين بهيدا هيدا التقوس الجميلة يلي بتنتج عننا يعني بنتج عننا هيدا الشهر فيه كتير أصول مفروض نتبعها بحكيها بكرة بحلقة لاحقة نهار السبت نحن نحكي عن العزيمة على إفتار رمضاني من قبل المسلمين أو من غير المسلمين لأنه نحن بنعرف أنه ببلدنا كتير من أمرار أكيد أنت نعزمت وبتنعزم على إفتارات وكتير حلو أنه نحن نشارك كمانا كتير فيه مظاهر العيلة والتجمع صحيح وبعد تعبد يعني حلوين لأنه أنا كمانا كتير بحترم الأشخاص اللي بيجوا لعنا على نوالي اللي بعيدوا معنا عيد باك يعني إذا كان ما تعرفنا على الآخر كيف بدنا نفهمه ففهم الآخرين شغلة كتير أساسية هلأ إذا أنا كنت غير صائم وتلتقيت بأشخاص صائمين وشوية معصبين كمانا ما أنه زيد عليهم الموضوع أنه ممكن أنه الواحد ما يقدر يتحكم دايما بهذا الشي هلأ إذا فيه أشياء مزعجة جدا يعني مزعجة منا قادرة أتحملها نقدر نمرق له إيها بطريقة معينة يلي هي أنه يعني ياريت من ننتبه لهالأشياء بشكل أعلى معلومات كتير مفيدة دايما منك نادين ظاهر نحن مشاهدين اللي حنروح لبريك ولحنكمل معكم